موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم جميعا يا رب تكونوا خير النهاردة نعمل مع بعض الكيكة اللذيذة دي كيكة شوكولاتة نعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومادرها موجودة عندنا في كل بيت تعالوا بنا نشوف هنعمل كيكة ازاي هنقول بسم الله اول حاجة هنجيب الخلط بتاعنا هنبدأ نحط كوبية سكر وبعديها كوبية لبن وبعديها كوبية زيت على سمن او زبدة زي ما انتو عايزين وبعدين هنحط اربع معالق من الكاكاو الخام زي ما انتو شايفين بالطريقة دية اربع معالق كوبور من الكاكاو الخام وبعدين هنحط نقطتين او شوية من الفانيلية على المكونات بتاعتنا هنضرب كل المكونات دية مع بعض هنخلطهم اا مع بعض اا كويس جدا في الخلاط زي ما انتو شايفين وبعدين هناخد اا من المكونات دية كوبية السوس الشوكولاتة اللازيز دا اللي هنحطوها على وش كيكة هندخل السوس دا التلاجة وهنكمل باقي المكونات بتاعتنا هنحط بيتين اا على باقي المكونات اللي في الخلاط وهنبدأ نضربهم تاني بالطريقة دية تمام هناخد بقى مكونات بتاعتنا كلها والخليط اللي جاهز عندنا دا ونحطوه في اا طبق بتاعنا هننزل كل المكونات من الخلاط ونبدأ نحط على المكونات بتاعتنا الدقيق بتاعنا وحقوي او خميرة الحلويات زي ما بيقولوا عليها تمام هنبدأ زي ما انتم شايفين ننخل الدقيق كويس جدا هنستخدم كوبايتين من الدقيق عشان الكيكة بتاعتنا تطلع كيكة نعمة وطرية زي ما انتم شايفين بالطريقة دية نخلط الدقيق كويس جدا ده مع مكونات اه لغاية ما يدينا اه ان دي يختفي خالص ما يبقاش موجود زي ما انتم شايفين هيبقى سمكها تخين شوية وده الخليط بتاعنا بعد ما قلبنا كويس جدا ودخلنا دقيق جوا المكونات هنبدأ ناخد الخليط ده نجيب سينية تكون مدهونة ومرشوشها بالدقيق مغلفينها كويس جدا بالدقيق وهنبدأ نحط الخليط بتاعنا ده داخل السينية زي ما انتم شايفين كده انا جبت السينية بتاعتي ودهنيها ورشوها بالدقيق هبدأ ننزل مكونات كلها داخل السينية وهبدأ دخل السينية بتاعتي الفورن وهتشوفوا الشكل النهائي بعد ما تطلعوا من الفورن زي ما انتم شايفين زي ما انتم شايفين ده شكلها لما تلع من الفورن انا سبتها هتيه ده شوية ودهت اعمل زي فتحت كده في الكيك عشان لما اجي حط عليها صوس الشوكولاتة صوس الشوكولاتة يخش جوه كيك نفسه عشان يديها طعم حلو هبدأ اجيب كوبية الصوس اللي احنا شلناها في الاول في التلاجة وهبدأ انزل على الكيك بتاعي بالطريقة دية انزل كل الصوس اللي في الكوبية تمام وبعدين هبدأ احرك السينية بتاعتي شمله يمين كده غطي الكيكة كلها بالطريقة دية وده الشكل النهائي للكيكة اتمنى الوصف تكون عجبتكم وتكون سهلة بالنسبة لكم لو عجبتكم الطريقة يا ريت ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتعملوا شيروا لايك عشان يوصل لكم مني كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر